الانتخابات التشريعية الإسرائيلية الرابعة والعشرون انطلقت بتصويت الإسرائيليين لتصبح الرابعة في غضون عامين بسبب خلافات سياسية لم يستطع فيها أي طرف من اليمين أو الوسط أو اليسار تشكيل اتلاف حكومي مستقر قادر على المضي قدما في السيطرة على الحكم ويحق لستة ملايين ونصف المليون إسرائيلي التصويت في حوالي ثلاثة عشر الف وستمائة مركز للاقتراع في جميع المدن الإسرائيلية بما يشمل المستوطنات في الضفة الغربية وشرقي القدس وسيبدأ عمل لجان فرز الأصوات مع إغلاق مراكز الاقتراع ومن المتوقع أن تنشر النتائج شبه الرسمية بدءا من صباح الأربعاء على أن يتم تقديم نتائج النهائية والرسمية للانتخابات إلى الرئيس الإسرائيلي رأوفين ريفلين في الحادي والثلاثين من مارس وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم طفيف لصالح حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيمين نتنياهو في الأيام الأخيرة من الحمدة الانتخابية وشهدت الجولات الانتخابية الثلاث الأخيرة في إسرائيل أوضعا سياسية معقدة منعت أي تيار من تشكيل اتلاف حكومي كامل وانهار الاتلاف الحكومي الحالي بين نتنياهو ووزير الدفاع بني جانس في ديسمبر بعد سبعة أشهر من تشكيل الحكومة